ازاي ايكو عاملين ايه كله تمام الحمد لله النهار ده حلقة حلوة يعني علشان ايه انا بقولك من البداية هو نصيحة ركز مع الحلقة دي الحلقة دي حلوة ومترتبة حلوة وجميلة ولطيفة والظريفة والشكر لزملائي فيه فريق الاعداد جدا يعني بس انا مش هبدأ بمقدمة بقدر ما انا زي ما بقولكو كده هبدأ بهذا المشهد المشهد الذي لم اراه زمان على الاطلاق المشهد انه الرئيس الفائز بمقعد الرئاسة يستقبل المتنافسين في قصر الاتحادية ويبدأ يتكلم ويدير حوارات وانا خدت بالي انه كمان الجلسة لم تكن فقط انه بهذا الشكل يعني احنا شايفين مسترد محمود فوزي استاذ محمود زهراء استاذ فريد زهران دكتور عبد السند يمامة المهندس حزم عمر لا ده فيه جزء انت اظنك شفته في النشرة او قبلها من التقرير يعني انه الرئيس وهو بصحبة المتنافسين ومعاسة محمود فوزي هم بيتجولوا في اروقة الاتحادية وبيتبدلوا اطراف حديث مش بس هذا الشكل الرسمي والبروتوكولي من الحديث كيفاما يظهر لنا الان لا انا بقولك هو هتشوف في حاجات هم بيتجولوا وبيتكلموا وبيتناقشوا وما الى ذلك ده مشهد في حد ذاته مهم طيب دلالته ايه ده مهم جدا هي دلالة استقبال رئيس الجمهورية للمنافسين بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر